بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الدارسين تناولنا في المحاضرة السابقة مفهوم الإدارة وأهمياتها والمستويات الإدارية المختلفة وكذلك تناولنا مهارات الموديلين والوظائف الرئيسة لأي موديل وتوقفنا عند المحاضرة السابقة عند تناول مداخل دراسة الإدارة سنستعرض في هذه المحاضرة التطور التاريخي لعلم الإدارة من خلال تناول مدارس الإدارة المختلفة وسنبدأ بإذن الله تعالى في تناول مدلسة الإدارة العلمية وقبل البدء في مدلسة الإدارة العلمية نوضح أن التاريخ الإسلامي والدولة الإسلامية التي امتدت من إيران شرقا وحتى الأندلس غربا وديرت بمستوى عاني من الفن الإداري كما أن ابن خلدونة في مقدمتي الخالدة للتاريخ أرسى بعض المبادئ التي يمكن اعتبارها مبادئ للإدارة والمتتبع لملامح الإدارة في صدر الإسلام من جاهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومرورا بالخلفاء الراشدين سيرى عديدا من صور التمكن الإداري سيرى كيف كانت الموضوعية في معايير اختيار الولاي وغيرهم من العاملين وفق معايير شديدة الموضوعية لا مجال فيها للعواطف سيرى كيف كانت دقة التخطيط وكيف كان تطبيق الشرى في صنع القرار ولكن مع بزوغ الثورة الصناعية في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر وما اقترن بها من اختراع للآلات والطاقة واكتشاف للفحم والكهرباء أدى ذلك لزيادة حجم المنظمات وزيادة المنافسة التي توجهها فظهرت الحاجة لأساليب إدارية متطورة وتم فصل ملكي عن الإدارة أي أن كثيرا من مؤسس المشروعات وأصحاب المنظمات عهدوا بإدارتها إلى مديرين محتلفين تتوافر لهم درجة من الفن الإداري وهكذا أدى مبدأ فصل ملكي عن الإدارة لبداية تطوير الإدارة كامهنة ومع بدايات القرن العشرين بدأت ممارسات بعض رجال الإدارة والباحثين لتحويل الإدارة من الإجتهاد إلى العلم وكان أولها مدرسة الإدارة العلمية وأهم رواديها هو تيلور من عام 1856 لعام 1915 ويتمثل مدخل تيلور في سبع نقاط أساسية النقطة الأولى لاعتماد على العلم بدل من الاجتهاد في إدارة الأعمال النقطة الثانية تحديد قرات ومهارات كل عامل كأساس لوضع الأفراد في أعمال مناسبة النقطة الثالثة إجراء ملاحظات ميدانية لوضع معايير دقيقة للإنتاج لكل عامل في كل مهمة النقطة الرابعة وهي تزويد العمال ببطاقات لتعليمات الأداء وإعداد خرائط لتسلسل العمليات وموصفات للمواد المستخدمة خامسا تحسين الأشراف على العاملين سادسا وضع نصم لمكافأة وحفظ العاملين سابعا فصل التخطيط عن التنفيذ ويأتي بعد فريدريك تيلور كأهم رواد مدلسة الإدارة العلمية العالم هنري جانت من 1860 ل1919 وابتكر جانت ما يسمى بخرائج جانت كأدالة تخطيط والسيطرة حيث توضح الخريطة الأنشطة اللازمة لكل عملية والوقت المتوقع استغراقه في كل نشاط جاء بعد جانت فرانك جيلبرد اشترك مع تيلور في الاهتمام بدراسة الوقت والحركة وأضاف إليه اهتماما زائدا بالجهد البشري وكانت دراساته في مجال أعمال الانشآت وتصوير حركات جسم العامل وما يقترم به من حركة وجهد من أدى ذلك إلى تنصيق وتبسيط حركات العامل بما يقلل الإجهد بعد انتهاء مدلسة الإدارة العلمية وتبلورت أهم ملامحها جاء مدخل وظائف الإدارة في حين ركز تيلور في دراسته على مستوى العمال قاعدة للهرم التنظيمي فركز هنري فيول كأحد رواد المدخل الثاني من مداخل دراسة الإدارة هو مدخل وظائف الإدارة ركز هنري فيول الذي عمل مهندسا بشركة فرنسية للمناجم ركز على وظائف المديرين في المستويات الأشرافية وقسم فيول أنشطة المنظمة إلى خمسة عناصر أساسية هي التخطيط التنظيم التوجيه التنصيق وأخيرا السيطرة ومن خلال التتبع لإسهامات فيول نجد أنه وضع 14 مبدأ أساسيا يمثلوا مبادئ إدارية عامة وهي أولا التخصص تقسيم العمل المبدأ الثاني تناسب السلطة والمسئولية ثالثا احترام النظم واللوائح رابعا وحدة الأم خامسا وحدة التوجيه سادسا تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية سابعا المركزية سامنا تدرج السلطة تاسعا المساواة بين العاملين عشرا مكافأة العاملين بعدها 11 وضع للشخص المناسب في المكان المناسب 12 سبات الموظفين كل في عمله 13 تشجيع الموظف على المبادئة 14 تنمية روح التعاون ثم جاء بعد حركة ومدخل وظائف الإدارة الحركة الثالثة أو المدخل الثالث من مداخل دراسة الإدارة وهي حركة العلاقات الإنسانية وتتبلور اتجاه مدراسة العلاقات الإنسانية في العناصر الآتية أولا أن السلوك الإنسان عنصر أساسي ومحدر رئيسي للكفاءة ثانيا أن الحوافز المعنوية تأثيرا جوهريا في إشباع الحاجات المعنوية مثل حاجة للأمن والانتماء وتحقيق الزاد ثالثا أن القيادة الديمقراطية هي التي تعتمد مبدأ مشاركة العاملين وهي أنسى بالسبل لبلوغ أهداف المنظمة رابعا أن الجماعات غير الرسمية التي يؤلفها العاملون طوعا واختيارا تؤثر على قيمهم واتجاهتهم وسلوكياتهم وبالتالي تؤثر على انتجيتهم ثم جاءت وظهرت بعد مدخل العلاقات الإنسانية نظرية أو مدخل صنع القرارة تعود هذه النظرية إلى هيربرت سايمون الذي صنف القرارات لتقسيمين رئيسيين هما قرارات لوتينية أي متكررة ومبرمجة ثم قرارات عارضة متجددة أو إبداعية وصمم أسلوب علمي في معالجة المواقف واتخاذ القرارات يتمثل في الخطوات الأتية 1. تشخيص وتحديد الموقف أو المشكلة 2. جمع المعلومات اللازمة للدراسة 3. تحليل المعلومات وتصميم البدائل 4. تقييم البدائل وأخيرا اختيار البديل المناسب 5. بعد مدخل ومدلاسة صنع القرار يأتي مدخل العلوم السلوكية والتي ظهر في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ليركز على استخدام البحث العلمي لملاحظة وتوصيف السلوك الإنساني في البيئة التي يعايشها ويؤثر فيها ويتأثر بها عند هذا الحد تنتهي محاضرتنا وسنوالي إن شاء الله شرح باقي مداخل دراسة الإدارة في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر